النار سيدة المشهد هنا ولا شيء غيرها الضحية تركيا بمئة حريق وأكثر والكارثة أكبر من التوقعات يصرخ المستنجدون هنا كل شيء يحترق الحيوانات والبيوت والأرض والشجر والبشر ومنذ أيام عدة وما زالت ألسنة اللهب تستمر في التهام مشاهد الطبيعة التي كانت قبل أيام خلابة تسر ناظرين أعلنت ست ولايات منكوبة تسببت الحرائق فيها بإصابة حوالي ثلاثمائة شخصا كانوا يعيشون هنا تحول كل شيء إلى رماد مواجهة هي الأسوأ بين تركيا والألسنة اللهب على طول سواحلها في البحر المتوسط وبحر إيجة لكن القصة المؤلمة تحولت إلى لغزا يبحث الأتراك عن حل له فيما إذا كانت تلك الحرائق عوامل طبيعية أم عمل مدبر الشارع الإيراقي ذهب إلى إنسانيته المطلقة لما يحدث في تركيا فهو المجرب واسألوه بعد أن تجرى حرائق المشافي والمحاصيل والمباني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر